للنقاش حول هذه التطورات تنضم إلينا من رام الله الكاتبة الصحفية نور عودة أهلا بك سيدة نور ما وراء هذا التصعيد الخطير وغير المسبوك الذي تشهده الضفة الغربية من قبل إسرائيل في رأيك؟ يعني هو يأتي في إطار التصرف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي المطلق تجاه كل ما هو فلسطيني بصراحة الضفة الغربية تشهد منذ سنتين تصاعدا في عنف الدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأيضا إطلاق يد ميليشيات المستوطنين ضد التجمعات السكنية والقرى والمدن الفلسطينية وجود الحرب الآن وانشغال العالم بالجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة الآن يتيح الفرصة لإسرائيل بجيشها وميليشيات مستوطنيها أن تصاعد أيضا من الهجمات في الضفة الغربية تحت شعار محاولة ضبط الأمور ومحاربة المجموعات ومحاربة حماس وإلى آخره ولكن برأيي في النهاية الأجندة واحدة ولذلك شهدنا خلال الشهر الماضي ليس فقط زيادة في عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنما أيضا في عدد التجمعات السكنية التي تم تهجيرها تماما من موطنها في الضفة الغربية وهذا تنفيذ للأجندة الحكومية الإسرائيلية على وقع هذه الاقتحامات شهد مخيم جنين سيدة نور وطبعا مواجهات عنيفة ويحاصر الجيش عدة مواقع لماذا التركيز على مدينة جنين وأيضا مخيمها في ظل هذا التصعيد الآن في الضفة؟ يعني ربما جنين تشكل جزء من عقدة لدى الجيش الإسرائيلي بسبب تاريخ هذه المدينة الجميلة والباصلة وبسبب تاريخ مخيمها في مقاومة الاحتلال ومواجهته منذ نشأته وإسرائيل منذ فترة منذ شهور حاولت رسم صورة لها علاقة بعزل بعض المناطق في الضفة الغربية باعتبارهم بؤر إشكالية أو بؤر كما تقول هي إرهابية وركزت على مخيم جنين وركزت أيضا على المدينة القديمة في نابلس كعنوانين رئيسيين للمجموعات الفلسطينية المقاومة الجديدة منها والتقليدية وأضافت إلى ذلك بعد فترة مخيم نور شمس في طول كرم وعقبة جبر في أريحة وغيرهم ولكن في النهاية إسرائيل ترسم صورة تبرر مسبقا ما تريد أن ترتكبه من جرائم وثم تبدأ في ارتكاب هذه الجرائم وشن هذا النوع من العدوان على المدن بعينها ومسلسل وماشي طالما أنه ليس هناك أي من حسيب أو رقيب لإسرائيل المفوض عامل أنورو عبر عن قلقه من خطرة شاع الوضع في غزة وقال أن الضفة الغربية تغلي في رأيك هل يمكن بالفعل أن يتسع الوضع في غزة إلى الضفة ونشهد تصعيد أيضا كبير في الضفة الغربية؟ يعني أنا مش عارفة ليش لكل لسه بنتظر تصعيد في الضفة الغربية وكأنه ما حاصل الآن في الضفة الغربية هدوء الضفة الغربية عبارة عن معازل منفصلة عن بعضها البعض الحركة بين المدن في الضفة الغربية شبه مستحيلة للمواطن العادي وهي خطيرة غدا على حياة المدنيين يعني نسبة القتل في الضفة الغربية مقاررتة بالسنوات الأخرى مرتفعة للغاية 60% من شهداء الضفة الغربية من الفلسطينيين سقطوا أو ارتقوا بالأحرى خلال الشهر الفائد فالتصعيد حاصل الآن لكن الحديث أن يستمر التصعيد لأن يمتد ويتصاعد أكثر في رأيك في آخر دقيقة إلى أين يتجه الوضع في ظل يعني هذا التصعيد وارتفاع كبير في معدل القتلى يعني مقارنة بالشهور والسنوات القليلة الماضية إلى أين يتجه الوضع في رأيك أنا برأيي الأمور متجهة للتصعيد على كل الجبهات إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه وتريد لهذا الموضوع أن يكون حتى تستطيع تنفيذ أجندتها بالتهجير القصري في الضفة الغربية أيضا تحت غطاء دولي كما تفعل الآن في قطاع غزة شكرا لك من رمالة الكاتبة الصحفية نور عودة شكرا جزيلا لسيدة نور